درجات حرارة غريبة بالمغرب ودراسة تكشف المستور سجلت درجات الحرارة في بعض ملاتق المغرب وأيضا في جنوب غرب أوروبا وشمال أفريقيا ارتفاعا غير مسبوق خلال شهر أبريل الماضي وفقا لدراسة صادرة عن إسناد التقسي العالمي فإن هذا الارتفاع غير المعتاد يحدث عادة فقط في شهر يوليوز أو أغطس وسجلت درجات الحرارة في عدة مدن مغربية مثل سيد سليمان ومراكش وتارودانت وورزازات أكثر من 41 درجة مئوية وأوضحت المنظمة المختصة في الأحوال الجوية أن الأسبوع الأخير من شهر أبريل شهد ارتفاعا في درجات الحرارة في العديد من المناطق بإسبانيا والبرتغال والجزائر بأكثر من 20 درجة مئوية بالمقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي وأكدت الدراسة أن تغير المناخ الناجم عن النشاط البشري يتضعف بمعدل 100% على الأقل مقارنة بسياق مناخما قبل الصناعة وأن التغيرات المناخية أدت إلى الارتفاع الشديد والغير الطبيعي في مواجهة الحرارة وأن هذه الحرارة الشديدة والمبكرة لم تكن ممكنة إلا بفعل تلك التغيرات وقد حذرت المنظمة ذاتها في دراستها من أضرار هذه الظواهر الجوية غير المألوفة والتغيرات المناخية الخطيرة التي تهدد الإنسانية ترجمة نانسي قنقر